تمام فالأيونيزيشن بصير نتيجة اللي هو الانتر اكشن بين الهاي انرجي فوتونز مع البيشنس تيشو بتصير الانتر اكشن بتصير مباشرة ولكن الدمج اللي هو من نتيجة الموديفيكيشنز اللي صارت طبعا الانتر اكشن بتعملنا موديفيكيشن للبيولوجيك الماليكلز رح نحكي عليها هاي ممكن تبين عنا could manifest in hours, in days, in years او حتى في generations وبتعتمد على الاكستانت والتيب اوف دمج اوكي هلا شو التأثيرات اللي بتصير نتيجة ال Radiation Absorption اما طبعا البيولوجيك الافكت بصير اما نتيجة direct action او indirect action رح نشرح عليهم هلا التلتين direct action انه بيأثر مباشرة الفوتون بيأثر مباشرة على البيولوجيك الماليكل ال indirect بيأثر على الووتر والووتر اللي هي subsequent اللي بتأثر الايونز داعتها بتأثر على بتعملنا البيولوجيك ال damage ففي عنا direct وعنا indirect التنتين بيكونوا لنا اشي منسميه free radical free radical بنعرفها اللي هي unpaired electrons هاي عادة سوري هي atoms with unpaired electrons عادة بتكون reactive very reactive short lives مش طويلة العمر يعني وبتلعب دور كبير بالموليكولر هاي هي ال free radical هاد اللي هو موجود في الكتاب اوكي فلما نزلكم هاي المحاضرة اللي بسجلة بتكونوا شايفينها اللي هو لانه بالكتاب عندكم ال pdf مش موجودين الاسماء ما حذوفين زي كان ما بعرف له فصورتلكم من الكتاب الورقي يعني ونزلتلكم اياها الصورة هلا رح نشرح عليها هلا هي شو بصير عندنا radiation exposure بتعملنا ionization ionization اما directly او indirectly والتنتين بيعملوا لنا ال effect اللي هي سواء terministic ولا stochastic اوكي ال direct زي ما حكينا بيأثر الفوتون تضرب الموليكول نفسها اوكي ال biological molecule اللي هو بتكون من RH ال R الموليكول والH الhydrogen atom بيعملوا امتصاص للانرجي من ionizing radiation وقتها بصير عندنا free radical اما هاي اللي free radical بصير لها reformation لانها حكينا هي unstable فبصير لها وحكينا هي short lives فبالتالي ما بتضلها كfree radical بصير لها reformation into stable configuration stable form اما عن طريق dissociation يعني بتتقسم breaking apart او cross linking يعني joint مع other molecule وحونا عنا هاي المعادلة اللي هي بتبين لنا اياها اياها طيب في عندنا مصطلح هو المفترض اخدناه بالفيزيكس تمام بس ما شرحلت لكم اياه بالشابتر الفيزيكس بس موجود في الشابتر اللي هو هاي لينير انرجي الترانسفير هو عبارة عن الريت للوص اف انرجي من البارتكل تمام وهي ماشية تخيلوا معي احنا عنا انرجي معينة مثلا الريدياشن الفا بارتكل زي ما تذكرين حكينا عن البارتكل اينرجي بيكونوا او حتى الفوتونات هم بيكونوا ماشيين بسرعة معينة وعندهم تشارج معينة تمام وبسايز معين فتخيلوا معي شغلت انه مثلا عنا بارتكل معينة عندها هاي انرجي تمام هاي انرجي بتكون او هاي لتشارج خلينا نحكي هاي لتشارج هاي بتمشي بسرعة اقل الفلوسيتي تاعتها بتكون اقل تمام فوهي يعني كل ما بطقت حركتها كل ما فقدت الانرجي تاعتها بطريقة اسرع اوكي فهاي عندها اشي منسمي هاي لينير انرجي ترانسفير يعني اللي هي الريت للوص اف انرجي تاعها عالي وهي بتتحرك through the matter فعادة الالفا بارتيكل اللي حكينا عنهم بارتيكل انرجي هدول عندهم هاي لينير انرجي ترانسفير وهدول اكتر بعملوا دايريكت اكشن تمام فالدايريكت اكشن منشوفها مع الهاي انرجي ايه هاي الالت تمام اقل منشوفها مع اللو الالت اللي هي زي الـ اكس راي والجام رايس هذا اللي حكيت اوكي الـ حكيت بالبداية اللي هي انه الـ تعمل الـ مع الـ ماليكل ليش الـ الـ عادة لانه اصلا كمية الـ في الجسم كتير عالية فعشان هيك سهولة اللي هي التفاعل الـ مع الـ ماليكل فالـ بيصير مع الـ ماليكل ونتيجة الـ بيصير عنا طبعا زي ما حكيت بالبداية انه الـ بعملولنا اللي هي free radicals فهاي بعملنا اشي اسمه اللي هي chemical changes of the water اللي منسميه radiolysis of the water تنتج عنا اللي هي الـ hydrogen radical والhydroxyl OH radical free radical هدول 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 هم اللي بعملولنا interaction مع الـ biological macromolecules بيكونوا highly reactive وهم اللي بعملولنا بيكونوا unstable و highly reactive طبعا زي ما حكيت قبل شوي نفس الشي بعملوا بيصير لهم reformation into stable form عن طريق dissociation بيصيروا breakage لهم أو عن طريق اللي هي joining between two molecules فهذا بعملنا تغييرات بالموليكل و بعملنا الـ biological effect اللي رح نحكيها اللي قمنا شوي تمام ففي عنا direct وفي عنا indirect في عنا oxygen dissolved oxygen هذا في normal tissue بيأثر على بعملنا modification للspecies للفي راديكالز اللي نعطيج نتيجة الووتر موليكل ممكن يصير في تفاعل ارتباط مع الهايدروجين ويعملنا هيدروكسيد هيدروكسيل اه اتم اللي برضو بتعملنا بتأثر سلبا يعني بتعملنا تفاعل مع الماكرو موليكلز وبتعملنا biological effect فهاي الـ okay ام بعديها رح نحكي على DNA damage وال cromosomal damage بس هذا نحكي للأسبوع الجاي في الأسبوع الجاي رح نكمن بس هي مبدئيا كيف حكينا عن direct والindirect حدا عنده اي سؤال